يلا مش مشكلة تحدث في اعرق العائلات انهم يغيروا موقفهم من العدو بس الحليف اكيد انه يعني خصوصا مثل هذه هذا حليفكم وهذا اللي جيتوا من اجل انقاذه تشرفنا بمقابلة فخامة الرئيس اليمني طبعا احنا تشرفنا بمقابلة الرئيس عبدالربو مصورادي وتقدم عانا طبعا شي طبيعي ان انتم تتشرفوا باللقاء فخامة الاخ الرئيس خصوصا يعني واحد زي حالتك عسكري وغارج الخدمة والتقابل رئيس الجمهورية طبعا انه بقى تشرفوا على الغداء وزد عزمه على الغداء فطبيعي انه تتشرف وكرشك يعني ما فيش اي اشكالية وهذا متوقعة التقيت برئيس الجمهورية طبيعي انك وتصورت معه ويمكن متل الشماغ هكذا قالوا وقع لي في الشماغ طبيعي يستغل الفرصة عشان ذكريات في الشماغ طبيعي ان انت تتشرف بالرئيس ويكون هذا موقفك ومتجمل منه الرئيس عبدالربو منصور هادي ليس له شعبية يعني صراحة هذا لا يعتبر غاية يعني ما لا شرعية ما لا شعبية في الجنوب صراحة والشمال اللي موجود مناطق الحواثين ما يبونه انت لو فيك خير ما هربت مصنعان روح للحوذي اللي هربك لا 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 ما سرعي احتضم الغداء ايش حصل مش صاحب الفخامة وتشرفت بالقاءة الان خلاص لا عدل شعبية ولا شرعية ولو في خير ما خرجها الحوذي ايش اللي يغيرك وولي يوكع لك فالشماغ ايش اللي يغيركم او ما عزمك شي غدا يلا سهل لا عرفت السبب عرفت السبب الآن وبدو يشماغ وولي يوكع لها هادي فالشماغ دخلها المقسلة وامتسح التوقيع مش ذنبنا هذا مش ذنبنا انك تغير مواقفك مرة ثانية خلي يعمل لك وشم انا تمام وشم عشان ما عادي يمتسحش ايو انا نصحتك والوشم من الوشم ابيض